خامس باترن معنا في الستراكشرا الباترنز وهو الفلاي ويت باترن تعالوا نفترض ان انا عايز اعمل لعبة شوتنج لعبة ضرب نار زي بابجي مسلا فهيبقى عندي كلاس للعبة نفسها وطبعا عندي كلاس للرصاصة فيه ضرب نار في الموضوع فلازم يبقى عندي رصاصات طيب كلاس الرصاصة ده هليكن مسلا فيه بروبارتز اللي هي النام والدامج الويبون الاكس والوال اه النام ده لا اسمه الرصاصة نفسها الدامج اللي هي نسبة الضرر اللي هي بتعمله والويبون لا لا السلاحة اللي بتشتغل معاه والاكس والوال احداثيات الرصاصة على الشاشة في الوقت الحالي طيب لو انا عايز اعمل الف رصاصة فهلاقي ان انا عندي بيانات كتير بتتقرر معايا النام والدامج والويبون ممكن تكون البيانات ديت سابتة في كل الرصاصات الالف اللي انا عايز اعملها فكده انا عندي بيانات كتير بتتقرر في كل الوبجيكتس يعني نفس القيمة بتتقرر الف مرة فانا عمدي استهلاك كبير جدا للميموري يقوم مسلا لو دول التلاتة دول على بعضهم بياخدوا خمسة بايت فانا عايز اعمل الف رصاصة فانا اعملت خمس تلاف بايت انا استخدمت خمسة كيلو بايت فالموضوع ممكن يكون اعندي بيانات اكتر باحجام اكبر باعداد اكبر فانا عندي استهلاك كبير جدا للذاكرة طب انا عايز اخلص من المشكلة ديت انا عايز اوفر في استهلاك الزاكرة بتاعتي طب بنحل الموضوع ده ازاي واحد يقول لك ممكن حل يجي في دماغنا ان انا بكل بساطة هجمع البيانات المتشابهة في كلاس جديد ولكن مسلا اسمه البلد طيب نوع الرصاصة شواء النيم والدامج والويبن ممكن دول يكونوا حاجات لنوع الرصاصة اه نفسها فمسلا عندي الف رصاصة ليهم نفس النيم نفس الدامج نفس الويبن فممكن اقول ان كلهم ليهم نفس الطيب وتبقى الجيم بتاعتي كلاس اللعبة هيبقى جواء الري فيها انواع الرصاصات وكل رصاص انا بعرفها عن نوع بتاعها وبس كده طب هل ده وفر معايا في الزاكرة تعال نشوف لو انا عندي الف رصاصة ليهم نفس النيم ونفس الدامج ونفس الويبن التلاتة دول هيتقرروا معايا كم مرة مرة واحدة ان انا عملت اوبجيكت واحد من الطيب ده وليكن مسلا اه اكس وليكن مسلا طيب ايه فانا عملت اوبجيكت واحد من الطيب ايه فدول محفوظين في الزاكرة مرة واحدة بس كل اللي بيتقرر معايا اللي بيتقرر الف مرة هو عبارة عن ريفرنس للتلاتة دول فطب الريفرنس ده حجمه اكيد اقلب كتير من التلاتة دول او من حجم التلاتة بيانات عبارة عن عن المان في الزاكرة ممكن الريفرنس ده بيقول مسلا واحد بايت اتنين بايت تلاتة بايت فهو بيتقرر معايا اه بس هل يعني الاحسن ان انا قرر تلاتة بايت ولا ان انا قرر عشرة بايت اكيد الاحسن ان انا قرر تلاتة بايت طبعا الموضوع ده مع البيانات المتقررة بتكبر معايا وعدد الوبجيكتز بيكبر معايا بيبان فرق كبير وتوفير كبير جدا في الزاكرة فانا ممكن اوفر في الزاكرة عن طريق النظام ده الجيم بتاعتي هيبقى فيها الرصاصات نفسها والرصاصات لأنواع الرصاصات طبعا الاكس والواي دي حاجة خاصة بكل رصاصة خاصة بكل اوبجيكت حتى لو فيه اكتر من اوبجيكت في نفس المكان لكن هو منطقيا ان المفروض كل الابجيكتز دي او طبيعا كل اوبجيكتز دي هتبقى موجودة في اماكن مختلفة يعني اكيد مش الالف رصاصة هيبقى موجودين في نفس المكان على الشاشة اكيد فيه رصاصات هتبقى موجودة في اماكن تانية فعشان كده الاكس والواي بيفضله جوا اللي هي البلت طيب كده بقى في حاجة انا كده صعبت الكلاينت بتاعي بقى الكلاينت معتمد على البلت ومعتمد على البلت طيب معتمد على اتنين كلاس فلم يجي يستخدم لازم يستخدم الاتنين كلاس دول طب نحن الموضوع ده ازاي بقى يكون اصلا ان الكلاينت ما يهموش الطيب ده هو عايز الرصاصة موجودة وخلاص انا عايز ابسط الكلاينت على قد ما اقدر بدل ما يبقى معتمد على اكتر من كلاس موضوع القابلينج لا انا عايز اقلل القابلينج بتاعة الكلاينت نقللها ازاي ممكن نقللها بان انا خلي ان الجيم بتاعتي او الكلاينت معتمد على البلت بس ومالوش اي دعوة بنوع البلت دي حاجة مش هتمه في حاجة مش هيفيده حاجة يعرف نوع الرصاصة ديت ايه هو كل اللي يهمه احداسياتها والدامج اللي هي بتعمله مسلا فيبقى عندي بالشكل ده عندي الجيم بتتعامل مع البلت بس هي محتفظة البيانات اللي هي مهتمة بيها انا مش عايز ان الجيم بعتمد على بيانات هو مش هيستخدمها انا هو كل اللي يهمه ان هو هيستخدم الرصاصات فهي ما عندي اللي هي الري بتاعة البلت طب البلت دي بقى او كل رصاصة هي مسؤولة عن نفسها انا بديلها الاسم والدامج والويبون لكن هي كل اللي هي بتعمله هي بقى ايه تشوف النوع بتاعها بنفسها طب البلت ستعرف منين الانواع هنعمل كلاص تالت هنسميه البلت فاكتوري ده اللي فيه الطايبس بتاعتك كل مهمته ان البلت هتستدعي جواها طبعا استاتيك ميسود اه الميسود دي هي تبدلها الاسم والدامج والويبون وبترجع لي ريفرانس الى البلت بتاع او ريفرانس الى الطايب هي بترجع ريفرانس ليه الطايب اللي هي عاملها طبعا لو ملقيتش طايب بتعمل طايب جديد فيبقى عمدي كلاص اللي هو بلت طايب بيتعامل معاه البلت طبعا وطبعا بيتعامل معاه برضو البلت فاكتوري لان الطايبس ديت هي عبارة عن بلت طايب فانا كده خليت ان الجيم بتاعتي معتمدة بس على البالت. وما زلت ان انا ما قررتش البيانات اه بتاعتي اللي البيانات السابتة ما قررتهاش اكتر من مرة ما قررتهاش في كل ابجيكت موجود عندي. انا انا قلتها الى ابجيكت منفصل وخليت بتاعتي بتعمل على الابجيكت ده. طبعا وظيفة ان هو بيحتفز بالانواع وبيرجع الى البالت بتاعتي. طبعا لما بعمل البالت جديدة هي بتقول لو سمعت شوف لي اوهات للنوع اللي اسمه كزا والدامج كزا والويبون بتاعه كزا. وهو ده الفلاي ويت باتر. الفلاي ويت باترن بيقول لك ان بتعمل شيرنج كومون بارتس افستات بتوين ملتبل اوبجيكتس انستد اوف كيبينج اولوف داتا ان ايتش اوبجيكت. يعني بيقول لك انت بتعمل شير للاجزاء المشترقة بين الكائنات ديت بتعمل لها شير بدل ما كل بتحط جواه نسخة من الداة بتاعتك. وده كده اليوم اللي بتاع الفلاي ويت باتر. طبعا عند الكلينت بيتعامل معها الكونتيكس. الكونتيكس ده بقى اللي هو ايه الوبجيكت اللي انت عايز بتعمله. الوبجيكت ده في نوعين من الابيانات. عندي حاجة اسمها اكسترينزيك اه داتا. الاكسترينزيك داتا دي اللي هي البيانات الخاصة بكل اوبجيك. دي البيانات اليونيك. اللي هي ايه? خاصة بكل اوبجيكت الواحدة. زي مسلا احداثيات الرصاصة زي ما شفنا من شوية. وعندي الفلاي ويت ده عبارة عن ريفرانس الى اوبجيكت من الفلاي ويت. طبعا الفلاي ويت ده في الانترينزيك داتا. الانترينزيك داتا دي اللي هي البيانات المشترقة اللي هي الكمون آآ استيت عندي. بيانات المشترقة بين كل الابجيكتس. وعندي طبعا الفلاي ويت ده انا بديه بيانات معينة بديه اللي هي الانترينزيك داتا وبيرجع لي ريفرنس الى الفلايويت بتاعي. طبعا ممكن يبقى عندي اكتر من فلايويت على افتراض ان انا عندي اكتر من نسخة من البيانات دي. يعني عندي اكتر من نوع من الرصاصة. بس كل نوع هعمل منه ملايين الابجيكتز. وهو ده كده الفلايويت باترن.